السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم السر بودي في مقطع جديد فابل الفيديو المقطع نسوك تضغطوا اللايك تشوفوا في قناة ما كنتش مش تركين وكمان تفعلوا الظرورة جديد نور ده يا جماعة هنتعلم ازاي تعمل صورة التك توك بتاعك احترافية زي ما انتم هتشوفوا كده قدامكم على الشاشة او بالمعمل اصح كيف تخليها خف شفافة زي ما انتم كده شايفين يا لو انتم دقاتوا شوية كمان في صورتي ما تلاحظوا ان في حاجات كده جنبها شفافة وكده يعني فانهاردة هنتعلم الطريقة ديت فحطوا راك تشوفوا وتشتركين ولا بينا على المقطع وليتس جو اول حاجة هتضغل جوجل بلاي ثالث حاجة هتكتب تاني حاجة هتعملوا دولول بس عشان انا محمله فهدوس فتح بعد ما انتم تفتحه يطلع معاك بالواجهة دي هتدوس انشاء حساب لو انت عندك حساب هتفتسجل دخول ممكن لو انت عندك حساب جوجل وفيسبوك هتدوس على اي حد من الاي كونتين دولت وهتستنى شوية لحد ما هو يحمل كده وايديك انا عروض بقى كده والكلام ده انت هتدوس اكس هتطلع وبره فيدخلك على الوجهة دي كده هتدوس على لامة الزائد فهيطلع معاك بالوجهة دي كده انت هتدوس على كل الصور تختار صورتك بس عشان انا دوت عشان كان في صور شخصية لية فهم تقطع للحدد ديت فيلا جمال خير كده نكمل دلوقتي بقى عاوزين نعرف ازاي بقى نخلي بروفاعي الاحترافي في اول حلقة من حلقة السيكسي اللي ان شاء الله هتكون حلوة دي والحاجة هنعملها هتجينا معي على قطر وهتدوس فبقى ما هتخذ وقت اول حاجة آآ ما تختروها يكون آآ كلمة الفرشاة فبقى ما تتخلي فرشاة تخلي لها حاجة متويل وخلي الصلبة عالية على اخر فيبو تبتجي بقى ايه التحديد كده آآ اول حاجة جمال خير باز ما انتموا عليها هي ان اي حاجة تلمس اللون الاحمر ده آآ هتكون في انا بحط على سكني اللي عاوز اخليه تكون هو صورة البروفايل هخل عليه اللون الاحمر طبعا انا خلاص وعمل يعني الغلاطات اللي انا كلها عملتها ديت كده للوقتي همسحها بالمسح ديت زي ما انتم شيفين اللي هي اللي هي ديت هشوف يا جمال خير الغلاطات بتاعتي بحاول ان ازبطها مثلا عطي فينا غلطة هنا احاول اقصها واحاول ان اصغر الحجم شوية يعني ويلا بقى ايه ما تخير تدوس كده على مسح وتشيل غلطاتك فاي بقى ايه ما تخير ده اللي انا قدرت تقدر عليه يعني فهمش هقدر الصراحة اكمل لان الصناعة هنتعب تاوي فاول حاجة هتدوس كده على علامة الصح وتطلع يا جماعة تخير معاكو كده بالشكل كده شايف يا جماعة تخير الحجة الدات انت بقى دي الحجة هدأ انت غلطان فيها هتدوس تاني قطع وانت بقى اتحدد عشان الصراحة مقدرت يشو يعني ومش قادر فا هدوس هنا على علامة ديت شوفتوا كده يا جماعة وهدوس وهدوس حفز قولك تحميلك بشكل شخصي استخدام كمخزن او يحفظ السورة على جهازك هدوس على عفز السورة على جهازك طبعا وكده خلاص خلصنا بوقت بالنسبة ازاي هتحطها على تيك توك سهلة جدا تدخل على تيك توك هتدخل على تعديل الصفحة هتدخل على تغيير الصورة هتدوس اختار الصورة من المعرض وهتلاقي يومات الخير الصور هنا وهتلاقي اول صورة متسايفة عندها بس انا اديها لشان ساوي الصور وكده وهتختار الصورة بقى اللي انت عملتها بس انا زي ما انتم عارفيني ان انا عملها وخلاص فدي كانت حلقة النهاردة اتمنى اتمنى ان اتمنى لكم الحلقة اه رابط الكتوك تحت في الوصف شكرا لمشاهدة الحلقة يعني وما تزاعلوش يعني مني للناس اللي عاوزة حاجات تايا احاول ان انا اعمل لكم وكده يعني ده لسه اول حلقة يعني ده كورس فان شاء الله شوفوا في حلقات تانية وجود باش